بعيد عنك أغني من روائع أغاني أم كلسوم ومن روائع ألحان الموسيقار العظيم بليخ حمدي كلمات الشعر الكبير الأستاذ مأمون الشناوي الأغني بعيد عنك حياتي عذاب طبعاً عم تحكي عن الألم عن الفراق عن عذاب الحبيبين والبعد لكن الفلسفة الأكبر أنه كيف بليغ عشق الكلمة وتفلسف معها لحناً وتفلسف معها إقاعاً وحوارات يعني هذا الزلم تاريخ تاريخ وكأنه آل موسيقية عم تمطق نتحرك قاعد عم هذا فيبيان وانظار ظهره كمشي العود هذا في بيته يعني ما عايش في قلب الآل الموسيقية ما عنده هم في الدنيا إلا الإنتاج الموسيقي وكل لحن أجمل من الثاني رحمه الله جسداً وأبقاه لنا فناً خالداً بنشوف بعيد عنك لتلكن بعيد عنك اللي بيسحرك فيها يعني تنقل النغم النغم برشاقة بجمال كل نغمة أجمل من الثاني كيف معلقهم ببعضهم الإيقاعات اللي حاطتها في الأغنية الفالت حتى يعني منشوف نحن بدخل الأنترول إدليب فالت بتشوف بعقدة على الدخول صنعة 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 رائعة قد ما تسمعها بتظل في شوق لألة ممكن انت عاشق أو ما عاشق الله والله يمكن تعلمنا العشق من كتر ما فيه شجن طبعاً الموسيقار بيبدأ بكرد الله مع العلم أن أمو كلسوم تبدأ غنائياً ببيات الله يعني عشيران عالقرار عبيعمل كرد لا برجع بيعمل نهوان دوغا هو ماشي طبعاً ماشي بالسكة المزبوطة في النغم بنشوف الموسيقار لما بيدخل على كرد كرد الله برجع بيعمل نهوان دوغا بيدخل هون معه إقاع ثنائي اثنين على أربعة تشوف لوحة تشوف لوحة موسيقية جميلة مثل عم نشاهد لوحة مرسومة رسام هيك عالمي راسم رسمي وشديتك كذلك هذا لوحة من الموسيقى نشوف الموسيقار بالإيقاع السنائي منزل آلة البنكوز آلة طبلتين جنب بعضهم استخدم الرش الرش عم يعطي جماليات كتير هالحركات الرش مثل عازف رشيق هيك عم يلعب على ريشة بزق أو عود تشوف هون بيدخل الموسيقار العظيم بشيء رائع كتير بيدخل على المينور الماجور والكورد طبعاً المينور والماجور اللي هني نغم غربي يعني نهواند وعجم اجباري فيهم هدول بيروحم فيهم الكورد نشوف هون الاستاذ العظيم بليغ عامل المينور والماجور والكورد متل عم يعمل كوكتيل كيف ندخلهم ببعضهم كيف واصلهم ببعضهم يا حبيبي على هالسيستيم اللي بياخدك بسحرك سحر هون بيدخل الاكورديون وصير المناجات والحوارات الجميلة ما بين الاكورديون والكمانجات الله 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 يا استاذ الله يا استاذ الله يا حبيبي بعدين بيدخل سولو الديتار طبعاً هون بهالمنطقة اللي عم احكي فيها أنا بيدخل ايقاع غير السنائي اللي هو ايقاع البوليرو الايقاع البوليرو ايقاع جميل بس هون الاستاذ بليغ العظيم منبطقه شوي لكن عدده بوليرو هون بقى بسير الفالك نسيت النوم لسبت الكل ام كلسوم ترجع تدخل هي على بيات الله اللي هو دخل كرد له هي بتغني بيات له طبعاً بعد ما زيالها وفرش لها قدامها الزهور والعطور وجملة الدنيا اجت منتشي منطري بقى اتغني هون بقى ام كلسوم الحبيبة سيدة الغناء العربي تدخل نسيت النوم نسيت النوم وأحلام نسيت ليالي وأيام بعيد عنك حياتي عذاب ما تبعدنيش بعيد عنك هون تبدأ نسيت النوم على البيات العشيران طبعاً بتمر على رصد الدجاء بنفس السيستيم الماشي فيه وبعد العجم طبعاً هذا سكي موسيقي نظامي الاستاذ بليغة عاملون هدول حتى أن تأتي إلى جواب ما غنت يعني هي بدأت قراره الشيران على جابت جواب اللا على الحسين وكان القفل هذه كانت المقدمة الغنائية للست ومكلسون منشوف المقطع التاني يعني إذا كان هداك مذهب هذا بيصير كبل منشوف نفسه بيات عرصد طبعاً حلوين حلوين كتير نغمة البيات مع الرصد ما في أجمل منهم بيعشاؤوا بعضهم هدول عشو معشو بتغنيهم بطرب بتغنيهم بجزالي جميل كتير 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 بعد قلنا المذهب والتاني وهذا التالت يعني بتعمل إحجاز كار وبترجع على جنس النهوان إحجاز كار وبترجع على جنس النهوان أيضاً على العجن بعد هدول بتخلص منه بترجع لي هنك الأغني الحقيقي للركوز اللي هو بخاف عليك حتى تسكر برجع بخاف عليك وبخاف تنساني نشوف هون كمان شي دخل على الأغنية كمان رائع وأروع يعني بليغ بينقلت حص أنت هون في جمال التاني أجمل التالت أجمل يعني بظل في شوق ما في شيء تراجع عنده كل درجات مثل عم يطلع درج كل درج أجمل من التاني عنده هاي موهبة ربانية وثقافة عالية بتتدقة بشكل غريب عند العظيم بليغ ممكن عند الكبار كلهم هيك لكن بليغ في عنده الرشاقة 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 والجملة الموسيقية عند بليغ يعني مثل ما قال عبلوهاب يعني تعشاء الأدن يعني أنت ما فيك تسمع على المقطع بيضل أنت ورايح تصير تردد فيه بيضل بيضل بمخلتك بيضل في عقلك على قدمة فيه جمال وفيه عنده عطاء نشوف آخر شي بيعمل نكريز قال لأن نكريز مأخوذ من النهواند وفيه ناس بيقولوا لأ شخصي لحاله المهم بيعمل نكريز هون والنكريز جميل كتير جميل كتير كتير جميل بيرجع بيعمل نوى أثر عالدقاء عالري وبيرجع سيقاء هون هون الصنعة هون القفلي هون القوة عند بليغ هدول كتير هون صعب هالإبحار هون من نقلي لنقلي قديش هون عنده صنعة وثقافة حتى وصل هدول ببعض لنا في مناطق في الموسيقى سكة بناغوا بعض يعني ما تقوله أليه بي تيس بينما والله انت بدك تقفز عشر علامات وتصير وتلاقيهم مع بعض هاي بقى بده ثقافة عدل موهب الرباني طبعا بعد السيقاء بيرجع البيات بيرجع البيات حتى بده يكمل الغنية يعني شوف الثقافة شوف شوف اندماج الموسيقى خلى نغم ووصل لك يهب بعض محاورة موسيقية رائعة كتير حتى أن يأتي ملك الكمان أحمد الحفناوي هون بيصير سولو منفرد اسمعت شو بيعمل الحفناوي هون يا سلام سلام على الجمال طبعا هون الإقاع بيتغير كمان بيصير كراتش إقاع بيتغير وبيصير كراتش حتى إن تأتي القفلة بخاف عليك أنا قلتلك من البدء لو كل أغنية هلأ الأغنية هيدا بتغنية ست الكل طبعا مكلسوم صوت المعجز الصوت المبيتكرر اللي غنت أجمل قوالب غنائية مرت على المر العصور العربي ما حدا غنائت أم كلسوم ما خلت نغمي ما خلت كلام جميل إلا ما غنيته بصوت الصداح بصوت الشجي النقي هذا عطاء الله سبحانه وتعالى فلذلك أم كلسوم مدرسة عربية لا تنسى أبدا أبدا اليوم يا حبيبي بدنا نحكي عن قصيد من أجمل الكلام للشاعر الكبير اللبناني رحمه الله جورج جرداق واللحن لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب والغناء لسيدة الغناء العربي أم كلسوم هذه قصة كتير حلوة هذه ليلة العظيم عبد الوهاب كان بصيف عادة في لبنان يعني يتنقل ما بين بالأخير صار بلودان سورية يعني صار يجرب وان يرتاح يبدوش نسمة هوا عليلي بالصيف لأنه شفته قال لي كان كلمة يشبه النسمة في ليالي الصيف هذا عبد الوهاب الزواق الراقي التاريخي فكانوا قاعدين طبعا أنا قرأت في الشبكة الله يرحم له جورج إبراهيم الخوري محرر الشبكة بيقولوا قاعدين فكان هذا الشاعر عظيم جورج جردار كان في لمون وهبي معه أم كلسوم عبد الوهاب كانت ليلي من ليالي العمر فعم يعرفوا قالوا جورج أرداق من الأدباء في لبنان والشعراء قالت تقول هذه ليلتي اليوم يونا قالوا وحلم حياتي قالوا قالوا خلص تدينا في اللحن شوف ما أحلى هالشغلات بتكون مانا محسوبة وبتولد بساعة وبمحلة وبكون والعطاء الرباني سبحان العاطي فكانت هذه ليلتي وحلم حياتي بين ماضي من الزمان وقاتي أنا يعني فاجأني أخي عمار بكل صدق أنه بدنا نحكي اليوم عن العظيم قالت له أنا مات حافظ يعني نقطة أو شيء قال لي هيك نحنا شو بدنا ما نقدم شو عنا قالنا له كثير خير الله هذه ليلتي أنا بنظري من من الأعمال يعني الموسيقية أو القصائد العربية الكبيرة مرت في العالم العربي كقصيدة يعني الرباعيات كقصيدة الأطلال هذه القصيدين طبعا نحنا قالنا لكم هلأ صار في مشروع كبير أكتر لما بنحكي عن الأغاني ما بنخلص لأنه كل فنان عنده إبداع لكن هاي القصيدة فعلا فيها شيء من الفلسفة أنت أكيد سامعين أول شيء عبلهاب هذا العبقري كيف كالعادي هالمقدم الموسيقي التاريخي الجميل اللي بتدخلك على على غناء موزون موزون في اللفظ موزون في الإيقاع يعني مش أغنية عامية هذه أغنية قصيد بدك تفز بالنحو تبع يعني فيها شيء من الخواطر الخاطر اللي فيها فيها شيء روحاني فيها شيء عميق العمق اللي فيها يعني طال معروف أنه عبدالوهاب ومكلسومه الكبار إذا مكلم مميز شفاف غريبي ما بيغنوه لذلك هذا الكلام العظيم كل مقطع فيها الأغنية بيحتاج إلى دفتر من التفسير من لما بيبدأ بهذه ليلة وحتى القفل يعني مثلا شوف لما بتقول هل في ليلة خيال الندامة من أسياد الندامة اللي مره أبو النواس عمر الخيام وتساقوا من خاطري هدول اللي هزوا الدنيا تساقوا من خاطري وأسكروا الأيام قالوا ربي من أين للزمان يصيباه غدونا وصبح ومس لم يرى الحب مثلنا نحن أسياد الحب لا قيسم بن الملوح ولا ليلة العمرية ولا عنطرة يعني شوف هون قديش تعب جورجر ذاق هذا العظيم الشاعر والمفكر والفيلسوف وقارئ التاريخ أنا قابلته مرة كان لي الشرف وبستئده غصبا عنه شوف الأخلاق اللي عنده ما بيحكي بتحكي أنت بيسمعك شوف كيف بيجاوبه طبعا أنا عم شوفه عم تذكر هزي ليلتي أنا عم تذكر هزي ليلتي عم تذكر لا حنعبلوها عم تذكر صوت الست العظيم ما بيتكرر المليان اللي كله نطق سليم شوف لما بتقول فدنوا مني أرد وأخذ إليك حناني تعخذ الحنان ثم أغمض عينيك حتى ترى يا لطيف يعني أنت اليوم هذا مش أي كلام مش أي كلام أبدا هذا كلام فيه فلسفة دائما الكلام اللي هو ما بيجي مثل هو كلام فيه فلسفة معسول منحوت منصخر يعني هذا هو الذي يدخل التاريخ فهذه ليلتي أنت حط بالليل عود هك حط هالأغنية في صفاء الليل وتسمع هذه ليلتي تسمع كل مقطع بمقطعه عبدالوهاب مشهور كيف بينتقل بيحرص دائما على أنه كل مذهب أو كل كوبلي طبعا كل كوبلي المذهب هو الدخول الأول كل كوبلي يكون فيه تلوين موسيقى أحيانا بيتطر الملحن أنه بيلاقي أنه والله هون هالكلام بيلبق له الرصد بيعيده مرتين مرة بياخده من الدجا مرة بياخده من الدو مرة بياخده من الصور مرة بيصوره تصوير على يعني الأخف الأشف هذه صنعة الكبار فاليوم هذه ليلتي هذه القصيدة اللي يعني هزت الدنيا أنا كعربي بدي والله شوف حالي أنا عندنا فن وموسيقى هذه ليلتي طبعا في كتير لأم كلسوم اليوم عم نحكي عن هذه ليلتي أم كلسوم كل شي غنيته عظيم ما بتغني أي شي مثل ما حكيت عن قارية الفنجان بس نحن يجب وما من نقدر وإن شاء الله نقدر نضو عن كل هذا الغناء الجميل أنا شو بدي تكلم عن جورج أرداق هذا الفيلسوف زمانه شاعر كبير رجل ما فيني أنا أوصفه قد ما حكيت عنه ببقى قليل كذلك عن عبد الوهاب شو بدي حكي عن عبد الوهاب عبد الوهاب صانع الفن صانع الموسيقى صانع حضارة الموسيقى حضارة الموسيقى عند العرب صانعها عبد الوهاب عبد الوهاب المغني معلم الغناء ممكن تقل لي أنا بحب صوت حب ما في مشكلة يعني في واحد بحب صوت عبد الحليم أكتر أو فريد أكتر أو حر أنت لكن المعلم مني بيعرف يغني معلم الغناء العربي هو محمد عبد الوهاب محمد عبد الوهاب هو معلم الغناء العربي عدا بقى قدي غاص في الغرب وقديش غاص وغاص حتى جبلنا شوف أنت كل كبل بهذه الأغنية بنقلك إلى عالم آخر كيف الإيقاعات كيف بيلون بالإيقاعات كيف بيدخل بمقام بصور تصوير على الأصل هذا الزلمي لا يمر مرور عادي أبدا هذا رجل تاريخ فنان تاريخي مبسوم في جدار الزمن وشم أم كلسوم كذلك هذا الصوت العربي العظيم هذا الصوت القرآني أنا أي أغني لأم كلسوم حتى لعن راحة رحلة الله رحمه أم كلسوم بس تغني يعني حس أنا عم سمع مجود بده يقرأ القرآن الكريم عم بتجود أم كلسوم ما فيه عنده شيء يعني بتحرص على الكلمة بتحرص على النغمة بتحرص على هاي هيك هاي هيك ما عمره أخذت أغري تكون من أكبر فيلسوف إلا مغير إلا جورج رداق تصوروا كمان كان مكتوب أنه أم كلسوم قالوا لاش قاطلون إيه دا كل يعني مصفوف من من الألماس أحجار ألماس كل كلمة استحقت لحنة وتغنية فجورج رداق هذا العظيم وعبد الوهاب وأم كلسوم أعطونا قصيدة هذه ليلة أغنية هي وشاح على صدور الفنانين على صدور الشعراء على صدور الملحنين هذه قصيدة هذه ليلة الكلام للعظيم عبد الوهاب محمد بيكتب الروائع جميلة كثيرة من الشعراء المعروفين في مصر واللحن للموسيقار العربي الكبير الأستاذ رياض الصنبات والمغنى لسيدة الغناء العربية السيدة أم كلسوم الأغنية هي من مقام السجاء طبعا مقام السجاء غير الهزام يعني نحن لما نشوف مقام بدأ بسجال مي وقفل برصد الصول النوى على القرار هيدا شخصية السجاء الحقيقية لكن هون العظم بالاستاذ الصنبات هذا المعلم عامل سجايين في الدخول داخل سجاس سي نشوف استاذ القانون كيف عم يقسم فالت طبعا ومركز على رسط الدو سي مركز على رسط الدو عم يقسم لنا القانون عم يشبع لنا النغمة اللي هي عم تجهز حتى تدخل سيدة الغناء في المغنى طبعا هون بيدخل إيقاع الفوكس دمتك 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 رسط نشوف أم كلسون تدخل على رسط الصول تبدأ حسيبك للزمن لا عتاب ولا شجان طبعا لما بيعمل سيجال مي وقبل ما تدخل بنشوف الاستاذ الصنباطي هون عامل راحة لأرواح إلنا اللي هو في جنس بيات شوف التحليات عنده شوف بيفصفص المقام ما بيخليش الاستاذ الصنباطي لأنه كان رشيق على العود ودماغ موسيقي خطير شوف شو عامل بيعمل هون سيجال مايا سيجال مايا قليلين اللي بيعرفوا سيجال مايا يعني دخل عنها واند أيضا اللي فيه هو بيسموه أنفاس الطيب اللي هو يعني كرد الصول شوف كل هالصنع اللي بيساوية الاستاذ الصنباطي هاي الساتب المقدمة حتى كرمال عيون أوسمي عالمي يقول له مين يعجبك يقول له الصنباطي أول شي يقول له الصنباطي مفريد لأطراش لأنه حقيقة مع حبي إلى الشيخ زكريا وحبي للقصبج طبعا ماني ما بدي عد هدوليك لأنه هدول عندهم اختصاص كان قوي في الموسيقى الشرقي لكن شوف شوف أول ما بلش يغني كيف عمل لحاله الألحان وكنت أنا يعني أنا زعلت أنه هذا الصوت ما خلق الله أحلم منه كيف بيعتزل بيبطل يغني المهم حسيبك للزمن طبعا أغنية عبلوها محمد هذا العظيم الكاتب الجميل عمير وقصة لكل العشاق إن كان شاب أو فتاة يعني حسيبك للزمن العتاب ولا شاب ممكن ست تقوله لواحد مثل أم كلسون هي ما تقوله حسيبة ممكن واحد كمان وبصوت أم كلسون إلا لحبي حسيبك للزمن العتاب أنت مثل ما كذا كذا نشوف نحن إذا دخول الأغنية بعقد سر الصنعة جبروت الموسيقى كيف التآلف اللي كله بالسجار جامع الأستاذ الصنباط ومفلى تفلي إلى هذا المقام يعني ما مخلى شي فيه إلا ممأدم للسيد أم كلسون حسيبك للزمن ما بدنا بقى نكمل ونطول لتلكم تاخد معنا أكتر من ساعة لكن منشوف نحن اليوم الغناء العربي الأصيل اللي نحن دايما متحدث عنه اللي هو فقد أو عم ينفقد في هذه الأيام نحن منبكي عليه هو تراسنا هو جوهرنا هو حقيقتنا هو هو هويتنا حقيقة هاي الأطلال للدكتور إبراهيم ناجي الحان الموسيقار العربي الكبير الأستاذ رياد الصنباطي هذا اللحن الشرقي الكبير لمضال ملحن في الدنيا طبعا في العرب ومشته يكون هو صاحب هذا اللحن لقيمة الموسيقى اللي فيه للتصوير النغم اللي فيه للإبداع للترصيع ألماس أحجار مصفوف من ألماس من حيث الكلمة وقدرة التلحين صياغة اللحن سبحانك ربي منشوف كيف يدخل الصنباطي شوف كان بيغير نغمي قبل ما تغني الست موكلسوم شوف كان بيغير نغمي وكل شرقي لا يستعين إلا بالشرق منشوف بعد هال تصوير النغم التقيل الشرقي الجميل ياخدك من مقام لمقام الصنباط العظيم حتى تأتي ست الكل بتوقفك تكون عشقت وعبت في دماغ وفي روح على اللحن الجميل وبتقلنا يا فؤاد يا يا فؤاد لا تسل أين الهوى كان صرحا من خيال خيال فهوى اسقني واشرب على أطلاله واروح واروح عني واروح عني طالما دمع ورواه كيف ذاك الحب أمس خبارا وحديثا من أحاديث الجميل الجو أه يوم طبعا هون قالت على راحة الأرواح اللي ناس بتقوله زام لأنه عم تقول هون على درجة العراق فبصير اسمه راحة الأرواح وفوت بقى يا حبيبا زرت يوما أيكه طائرة الشوق وغني ألمي يعني منشوف الصنباط العظيم كيف عمل لك التدريج بهاللحن كيف كل كلمة عطاها اللحن اللي بيلبق لها عطاها النغم سبحانك ربي على هذا اللحن يعني هذا هو شخصية الشرق بيرجع بقى بيلولك حتى أن يصل عند هل رأى الحب سكارة يا سلام يا سلام على الإبداع على السلطني قبل ما تقف الأم كلسون بتقول وانتبهنا بعدما زال الرحيق وأفقنا ليت أن لا نفيق يقزة طاحت بأحلام الكرة وتولى الليل والليل صديق يعني الكلام الكلام هذا اللي بيعيش آلاف السنين أدي الجميل هالكلام أديه في صدق وهون الصمباط كيف ملحنوا إن كان على الفالة لكي جهز الموزون للقفل يا حبيبي كل شيء بقضاء ما بأيدينا خلقنا تعسى ربما تجمعنا تجمعنا أقدارنا كله ربما تجمعنا أقدارنا ذات يوم بعدما عز اللقاء فإذا أنكر خل خل وتلاقينا اللقاء الغرباء شوف الكلام ومدى كله إلى غايته لا تقول شئنا فإن الحظ شاء إذن كنا اليوم مع أغني خالدي اسم الأطلال وإلى اللقاء إن شاء الله بعوني تعالى ولكم كل الحب حبيبي شكرا شكرا